فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وأيضا فمما نهان الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب قوله سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقوله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب نهي مطلق عن مشابهتهم وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي نعم هذه الآية من سورة الحديد ألم يعني للذين آمنوا أي ألم يحن لأهل الإيمان من المسلمين ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يعني للقرآن الكريم لأن القرآن يلين القلوب كما قال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن وسائل الخشوع عند تلاوة القرآن تدبره تدبره لا امراره على اللسان دون أن تدبر في معانيه ومقاصده ولهذا قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فمن أسباب الخشوع تدبروا القرآن كذلك من أسباب الخشوع أن تكون التلاوة في حالة في حالة ليس فيها مشوشات بالأصوات أو في شواغل يقرأ القرآن في حالة يطمئن فيها وتحضر حواسه فيه ولذلك جاء أن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أول قبل النوم قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة والناشئة هي القيام بعد النوم من أجل أن يحضر القلب وأن يتوافق مع اللسان يعني يتوافق مع اللسان في تدبر القرآن فمطلوب من الخشوع عند تلاوة القرآن وأن لا نقرأ القرآن ونحن غافلون أو نضحك أو نمازح أو غير ذلك أو نسمع القرآن يتلى وننشغل عنه قال تعالى يا أيها الذين وقال سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ونهى الله عن التشبه باليهود مع كتابه فإن الله جل وعلا أنزل عليهم التوراة والإنجيل فيهم الموعظة وفيهم التذكير ولكن لا يتدبرون التوراة والإنجيل فلذلك قسط قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب يعني التوراة والإنجيل من قبل فقسط قلوبهم بسبب إعراضهم عن كتابهم وعدم تدبره وعدم التفقه وما التفقه في معانيه وطلب تفسيره على الوجه الصحيح فالإعراض عن تدبر القرآن يسبب قسوة القلوب كما قال ابن القيم رحمه الله تدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن فالله جل وعلا أمر هذه الأمة أن تخشع قلوبهم لذكر الله واستفطأ عدم خشوعهم لذكر الله ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب من قبلهم مع كتبهم حيث إنهم أعرضوا عنها فقست قلوبهم فالإعراض عن كتاب الله وعدم تدبره يسبب قسوة القلب والإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا هذا مما يلين القلب ترجمة نانسي قنقر